اشتركوا في القناة في إنجاز تعليمي غير مسبوق احتفلت مملكة البحرين بتخريج أول دفعة من الطلبة الصم المدمجين بالمدارس الحكومية بعد إتمامهم متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة بنجاح مع نهاية العام الدراسي الحالي 2017-2018 وبهذه المناسبة استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم هذه المجموعة من الطلبة الخريجين حيث قام بتكريمهم معرما عن خالص تهانيه وتبركاته لهم بما حققوه من نتائج مشرفة تبعث على الفخر والاعتزاز وتؤكد نجاح تجربة دمجهم الرائدة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ مملكة البحرين التعليمي الحمد لله على هذا الإنجاز الذي حققته وزارة التربية والتعليم بفضل من الله سبحانه وتعالى وكذلك بدعم من قيادتنا الحكيمة يحفظه الله ويرعاها اليوم تم الاحتفال بتخريج أول دفعة في تاريخ مملكة البحرين التعليمي من الطلاب والطالبات الصم بعد أن أنهو المرحلة الثانوية بنتائج مشرفة ومبهرة فقد استطاعت الوزارة من خلال تكاتف جميع الجهود سواء في الميدان التربوي أو قطعات الوزارة أو تعاون أولياء الأمور الكرام من تحقيق هذه الخطوة التعليمية الإنسانية الرائدة حيث عملت الوزارة طوال الفترة الماضية على توفير وتسخير كافة الإمكانيات من خلال وجود معلم لغة إشارة في الفصل الدراسي خالص التهاني يكررها لأبناءنا الطلبة مؤكدا في هذا الموقف المفرح أن الوزارة التربية والتعليم سوف تستمر في مشاريعها الرائدة وتقديم أفضل خدمات التعليمية للارتقاء بمخرجات التعليم وأشاد الوزير بما أثمرت عنه تجربة دمج الطلبة الصم من بروز للعديد من الطلبة المتفوقين إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في العديد من المجالات مؤكدا أن هذا الإنجاز التعليمي المتميز يحفز الوزارة على المضي قدما في تطبيق هذه التجربة الرائدة ومواصلة توفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها شكرا للحكومة وشكرا للوزير على بداية هذه الفرصة اليوم تخرجنا بعد انهاء ثلاث سنوات وحنسعودين جدا بهذه المناسبة لأن اجتهدنا وحصلنا على النتيجة بحكم الدعم والتوجيه وإرشاد من الجميع اسمي طالب محمد خالد من ثنوية مدينة عريسا نهاية الحمد لله اليوم التخرج بعد مضي ثلاث سنوات بالدعم والمثابرة والاجتهاد السلام عليكم ورحمة الله اسمي محمد عبدالله المعلود اليوم هو يوم تخرجنا سعيد جدا سعيد لماذا؟ لأنه بذلنا جهد وجميع قدمين العون لنا في ثلاث سنوات حتى حصلنا للشهادة أشكر الوزر على دعم المتواصل حقنا الدمج في المدارس طورني وايد وكان قبل بالنسبة لي حق المجتمع وتفاهم معهم بصعوبة بس الحين وايد صار ليها شيء سهل مع الدمج أشكر الوزر على دعم المتواصل حقها لنا أنا وايد طورت بهذا الدمج وفكر بمستقبل إن شاء الله أتحق بالجامعة السلام عليكم أنا اسمي ناصبة محمد فاروق أشكر الوزر على دعم المدرسة على دعمهم لي الوزارة مستمرة في التوسع في سياسة دمج دول احتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم والتي تشمل في الوقت الحالي 79 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات تحتضن المئات من هؤلاء الأبناء وزودتها بكافة المتطلبات اللازمة مع تخصيص بعثات دراسية لهذه الشريحة الطلابية ترجمة نانسي قنقر